السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ دكتور أسامة الباز ونرتقل الآن في فيديو جديد نتحدث فيه من مسقط رأس دكتور أسامة الباز قرية طوق الأقلام التباع للمركز السنبلوين دقاهلية دكتور أسامة الباز أو دكتور أسامة السيد الباز المستشار السياسي لرئيس الجمهورية ولد في 6 يوليو 1931 طوق الأقلام السنبلوين دقالية حصل على لسانس حقوق من جامعة القاهرة لجامعة فؤاد الأول عام 1952 حصل على ماجستير في القانون بجامعة هارفورد 1961 حصل على مؤهل في القانون 1968 STD عمل وكلا للنائب العام من 1953 إلى 1956 عمل سكرتيرا بوزارة الخارجية من 1956 إلى 1958 أستاذ دكتور أسامة الباز عمل سكرتير أول بوزارة الخارجية من 1959 إلى 1967 عمل سكرتير بوزارة الخارجية من 1968 ل 1974 بعد أن تحقق لنا النصر بإذن الله يعني هو تحقق نصر أكتوبر وسيدته وزيرا للخارجية يعني أستاذ دكتور أسامة الباز كان وزيرا للخارجية المصرية وقت حرب ونصر أكتوبر 1973 بمناسبة أستاذنا وأستاذ أسامة الباز ثلاثة وسبعين ذكراتك إيه عن تلاثة وسبعين يا رئيس هو تلاثة وسبعين لما الحرب والنصر ما لقيت ما راح هو الرئيس السادات رحمة الله جميع ما أنا بقولك كان وزير الخارجية أنا راح هو الرئيس السادات راح هو إسرائيل هنا وعمل إنك مؤتمر وهو يعني إيه كان اللي يقول له اليد الطولة وهو المتحدث دائما إنه اللي كان إيه إذا أنت بتقول ده بعد النصر ده بعد النصر بعد النصر وروح نعملنا اتفاقية السلام آه طيب فإذن كان سيادته أستاذ دكتور أسامة الباز كان وزيرا للخارجية وقت حرب ونصر أكتوبر اللهم لك ألف حمد وشكرا يا رب أستاذ دكتور أسامة الباز ابن عم حضرتك لينا كلنا الشرف يا فن ربنا يديك الصحة إنت ولتن هو بفضل الله أنجب ولد واحد اسمه الأستاذ باسل ربنا يديله الصحة وبرك فيه خير خلف لخير سلف إن شاء الله إن شاء الله أستاذ دكتور أسامة الباز عمل مدير مكتب نائب رئيس الجمهورية 1977 مدير مكتب رئيس الجمهورية للشؤون السياسية 81 شارك في جميع مؤتمرات القمة العربية والإفريقية وقمة عدم الانحياز هذا اللقاء الحصري مع الحاج محمد عوض الباز ابن عم الأستاذ دكتور فاروق الباز وابن عم الشقيق للأستاذ دكتور فاروق الباز والمرحوم أسامة الباز بسم الله ما شاء الله وأنا مقبل علي فتح القرآن كنت بتعرف سورة إيه حاج كنت بتعرف سورة إسيا بسم الله ما شاء الله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه والبيان كنت سيادتك بتكرق في سورة الرحمن أعزك الله وبارك الله فيك شكرا نفانتك بسم الله ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ناش شكرا بس بكرر تاني والله وأنا باتحدث مع سيادتك لكني بكلم أستاذ دكتور فاروق الباز السامت الحسن والأسلوب الهادي وأستاذ أستاذ دكتور فاروق البازي تتحدث معاه يعني عفواً أكنين قاعدين هنا في القرية هادي وأسلوب ومطادة زي حضرتك كده. ربي يحفزك وبارك فيك هذه قرية طوخ الأقلام مسقط رأس أستاذ دكتور أسامة البازي أما أستاذ دكتور فاروق الباز فلقد ولد بالزقع ذيك شكرين أفضارك حج شكراً ما نتذكره للدكتور أسامة الباز كان مسجد الجامع الكبير تعرض للإنهيار يا فندم نعم المسجد تعرض للإنهيار كان تعرض للإنهيار وكان تهدي خالص وإنزال وهو بجأ جاب له جاب الميزانية جاب الميزانية مفتوحة للمسجد دي على أعلى مستوى ومازال موجود لعن دلوق أيضاً اسم السيادتك المسجد الجامع الكبير تمام يا رب يعزك طب ده أنا يعني ده بالنسبة للدكتور وبفضل جهود أستاذ دكتور أسامة الباز تم رصف الطريق من مدينة السنبلوين إلى القرية بإذن الله وبتوصيات وتوجيهات الأستاذ الدكتور أسامة الباز المستشار السياسي لرئيس الجمهورية فأنت قلتلي السيادتك هو رصف الطريق من السنبلوين إلى هنا وإن شاء الله وضع حجر الأساس وأتم مسجد الجامع الكبير ده بالنسبة للدكتور أما الدكتور فاروق الباز أنا عرفت وهو كان جاي هنا البعض في تحت بين محطة المية أيها أنا الأهالي اللي قالولي إن الأهالي شلوا العربية وجهوها وجهوها تيجي جبل محطة المية تيجي على البيت هنا عندنا في البلد شلوا وش العربية غيرها غير اتجاه حباً في حضرته أه ربنا يعز السيادتك يا فاند هو كان يومها كان جاي بيفتتح محطة المية وإيه يا فاند والمدرسة أه المدرسة يبقى كان المدرسة كانت 1996 آه 1996 يعني هو جاي افتتح المدرسة ومحطة المية وطبعاً كان مع المحافظة والقيادات مع المحافظة وكان نازل زيارة رسمية كان مع المحافظة مع الدينة وكلهم يري الامن ايوه خيادات المحافظة التنفيذية والتشرعية اه سيادتك الكلام ده كان سنة 1996 قام بافتتاح المدرسة التي تحمل اسمه مدرسة فاروق الباز ومحطة المياه أظن القرية عملت محطة المياه كمان اه اتعامل بعدها محطة كمانية اه اتعامل واحدة تانية اه دكرة كانت محطة زيارة كده على جد البلد لك تتعاملت محطة كبيرة عادت بيعني بتود للكرة المجاورة كمان بسم الله ما شاء الله لأ وانا مشيت في القرية حقيقي القرية يا رب يبارك فيها وفقالها ناس طيبين حين واه قرية متميزة يعني الدقاهولية دائما بتنجيب العماليقة عندنا جاد الحق شيخ الشعراوي اه أم كلسوم اه استاذ دكتور فاروق الباز استاذ دكتور اسامة الباز ابناء السنبلوين احنا عندنا من السنبلوين استاذ دكتور فاروق الباز واة واثامة الباز وأم كلسوم والدكتور هيكل اه من ابناء السنبلوين هذا ما لدينا نشكركم ونشكر حسن المتابعة وإن أعجبكم الفيديو أرجوك الاشتراك في القناة لدعمنا ولكي نستمر شكرا